هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زل هاب طبعا في هذا المقطع رح يكون الجزء الثاني من سلسلة جميع انواع الشينط في لعبة Red Dead Redemption 2 طبعا نزل جزء الاول وعطيتكم حقيبة واحدة ففي هذا المقطع رح تكون حقيبتين او شنطتين رح نفكها ورح تكون معاك ورح يوريك جميع اماكن الحيوانات ايضا بالنسبة لاشخاص اللي ختموا اللعبة ويسألون فين الشينط يا صالح بكل بساطة الشينط رح تكون عند الفنس او الفنسر تقدر تشتريها كلها وما يحتاج انك تجيب جميع انواع الحيوانات حلوين بالنسبة لأول شنطة رح تكون شنطة ال Ingredients وتحتاج One Perfect Deer Build One Perfect Badger Build One Perfect Scroll Build او اللي هو جلد السجاب طيب بالنسبة لهذه الشنطة ايش رح تكبر لنا رح تكبر لنا اللي هو Ingredients او الاشياء اللي تحتاجها عشان تسوي لك شي معين يعني مثلا اللحوم القهوة العشاب وزي كذا هذه الشنطة رح تخليك تشيل اكثر اذا كنت تشيل مثلا اربع عشاب رح تشيل الثمانية عشاب وهل وما جرى فهذه الشنطة رح تزيد معاك اللي هو Ingredients او الاشياء اللي تصنع لك او تجيب لك اكل او تقدر تطبخ لك اكل بهذه المكونات فهذه الشنطة رح تدبل لك اياها بالنسبة لأول حيوان رح نصيده رح يكون الدير او الغزال طبعا زي ما قلت لكم في المقطع السابق انه الغزال منتشر في كل مكان لكن انا رح حط لكم المكان اللي انا حصلت فيه له الدير او الغزال وراح يكون هنا زي ما تشوفون في ال Gameplay طبعا لما توصل للمكان رح تدور لك على غزال بثلاثة نجوم يعني Perfect ادرسه مظبوط وشوف ايش السلاح اللي رح تصيده بي بعدها صيده بعدها رح يكون عندك One Perfect Deer Built او المكونة الاول للشنطة الاولى بالنسبة لي اللي هو One Perfect Badger Built رح يكون في هذه المنطقة طبعا هذه المنطقة رح يكون فيها الحيوانين الثانيين اللي هو السنجاب والبادجر فبكل بساطة يبحث المنطقة مظبوط وراح يتحصل نوعين من الحيوانات اللي نحتاجها اللي هو البادجر بيلت والسكرول بيلت فحاول بقدر الامكان انك تجيب واحد ثلاثة نجوم كل واحد ثلاثة نجوم يعني البادجر ثلاثة نجوم والسكرول ثلاثة نجوم عشان نقدر نصنع شنطة الانجريدينز طبعا انا بعد ما حصلت السنجاب في هذا المكان درست دراسة معميقة يعني وقال لي ترى يحتاج انه ينقتل بالسهم مو اي نوع من الرصاص او مو اي نوع من الاسهم اللازم يكون الهوة الاسهم الصغيرة او السمول ارو اذا ما كنت تعرف كيف تصمم الهوة السمول ارو راح اترك لك مقطع في خانة الوصف ويوضح لك كيف يعني هيوضح لك جميع ما يتعلق بالصيد وكيف تصمم الاسمول ارو او الطلقات او الاسهم الصغيرة طبعا زي ما تشوفون حطيت الاسهم الصغيرة وجلت السنجاب وبيقي ثلاثة نجوم فكل اللي عليك انك تاخذ جلده كذا يكون انت جبت الجلد الثاني اللي المكون او المكونات اللي نبغاها او الجلود اللي نبغاها بالنسبة لي الحيوان الثاني اللي هو الباتجر لما سوتله دراسة عميقة طلع انه ينقتل بالفارمنت رايفل او سنايبر الصيد زي ما قلت لكم برضو تشتريه عن محل الاسلح اذا ما كنت تعرف في خانة الوصف الجميع ما يتعلق بالصيد لما تجمع الثلاثة الجلود رح ترجع لمستر بيريسن مرة اخرى ورح تسوي له دونيت او تتبرع بالجلود اللي انت صدتها والجلود اللي يحتاجها عشان يصمم لنا الشنطة تبرع له اياها بعد ما تتبرع له اياها رح تروح تاخذ شنطتك اللي صمم لك اياها ورح تكون شنطة الانجريديينس ساشل طيب ننتقل للشنطة اللي بعدها بالنسبة لشنطتنا الثانية رح تكون اللي هو الكت الساشل عشان نصمم هذه الشنطة لازم نحتاج اللي هو وان بيرفكت دير بيلت وان بيرفكت الك بيلت وان بيرفكت بانثر بيلت طبعا اول اثنين سهلين جدا اننا نجيبهم ممكن الثالث اللي هو البانثر رح تواجه فيه مشكلة لانه شرس ويهاجمك ويداهمك وممكن ترى يوصل انه يكتلك فيبال ان نسوي له مجموعة من الخطط ومجموعة من السراتيجيات بالنسبة لي انه لما ناخذ هذه الشنطة ايش رح نستفيد طبعا هذه الشنطة رح تدبل لك الاشياء اللي ممكن تشيلها من ناحية الصيد على سبيل المثال اللي هو الطعم واللوشن حق الصيد رح تدبل معاك ورح تصير تشيل اكثر هذه هي الكت ساشل عرفتوا كيف؟ اي شي متعلق بالصيد مثلا الطعم كنت شيل خمسة اطعام الان رح تشيل عشرة يعني رح تدبل لك اياها اي شي متعلق بالصيد رح يدبل معاك اذا طورت هذه الشنطة طيب بالنسبة للحيوانات اللي رح نصيدها عشان هذه الشنطة زي ما قلتلك اول واحد رح يكون اللي هو الغزال دور لك على غزال بثلاثة نجوم وزي ما قلتلك منتشر بكثرة في العالم كله عليك انك تصيد واحد بثلاثة نجوم وراح تحطه على حصانك بعدها رح نتوجه للحيوان الثاني طبعا بالنسبة للحيوان الثاني رح يكون اللي هو الوان بيرفكت الكبلت وزي ما قلتلكم في المقطع السابق انه رح يكون مكانوا هنا زي ما تشوفون في القيم بلاي كل اللي عليكم انكم تدورون على الك بيرفكت بثلاثة نجوم في هذه المنطقة طبعا زي ما تشوفون انا هنا حصلت لي واحد بيرفكت صدت فراس وبطلقة واحدة بعد راسة عميقة واخدت الجلد وبعدها رح ننتقل لخوينا البانثر بالنسبة لحيوان البانثر اللي ممكن تواجه معه مشكلة طبعا رح يكون في هذه المنطقة كخطوة اولى كل اللي عليك انك تتوجه لهذه المنطقة اولا اذا كنت محظوظ رح تحصل البانثر موجود في المنطقة اذا حصلت وضعك تمام كل اللي عليك انك تقتله بالسينايبر لكن لازم يكون السينايبر برصاص الهاي فلوسيتي او رصاص الاكسبريس يعني اذا قتلت البانثر برصاص عادي رح تقل جودته على طول من ثلاثة الواحد فالبانثر مرة اخرى كرر عليكم البانثر اللازم ينصاد برصاص الهاي فلوسيتي او رصاص الاكسبريس طيب يا صالح انا ما اعرف كيف اجيب الهاي فلوسيتي والاكسبريس او رصاص الهاي فلوسيتي او الاكسبريس بكل بساطة يا اخوي رح اتركلك في خانة الوصف يوضح لك كيف تجيب اللي هو الهاي فلوسيتي وكيف تجيب الاكسبريس يعني رح اوصف لك اياها مصبوط في مقطع اللي في خانة الوصف إذا عرفت تعال صيد البانثر برصاص الهاي فلوسيتي أو إكسبريست ضرورة جدا طيب إذا أنت والله شخص ما أنت محظوظ حاولت عدة مرات لكن ما قدرت تحصل يعني قاعدت تدور على البانثر لكن ما حصلت ثلاثة نجوم كل اللي عليك أنك تسوي لك كامفاير وتنام ضرورة جدا أنك تسوي لك كامفاير وتنام وترجع مرة ثانية يعني تنام لين الصباح اللي هو المورنين وترجع مرة ثانية لنفس المكان وإن شاء الله أنك تحصل لك واحد بانثر بثلاثة نجوم فبكل بساطة تلخيصة اللي ما قلته قبل شوية أنه ترى البانثر لازم يموت بالسنايبر ولازم يكون اللي هو رصاص الهاي فلوسيتي أو رصاص الإكسبريس حلوين عندك الشيء الثاني أنه إذا والله ما حصلت البانثر أو ما حصلت أي حيوان بثلاثة نجوم كل اللي عليك أنك تسوي لك كامفاير وتنام إلينا الصباح وترجع مرة ثانية علفتك كيف؟ كذا رح يجيك إن شاء الله يرسم لك اللي هو حيوان بثلاثة نجوم اللي تسبغاه ويتجدد الرسبونات طيب يا صالح والله أنا جيت للمنطقة لكن ما حصلت البانثر أني متصحيت برضو ما حصلت البانثر إيش أسوي شوف أسمع؟ هذه رح أحطيك إياك خطة جانبية سويها إذا ما قدرت حصل البانثر روح عند الجنرال ستور سلم عليه سلام عليكم عليكم السلام قل له أعطيني الطعم حق الحيوان المفترس اسمه بالإنجليزي اللي هو البرتتر بايت دور له في الصفحات حقه أو الكاتالوج حقه وراح تحصله اللي هو البرتتر بيتز اللي هو طعم الحيوان المفترس فتروح تشتريه بعد ما تشتريه ترجع مرة أخرى لنفس منطقة البانثر وتحط الطعم في وسط المنطقة طيب حطيته روح أزبن وراء الشجرة انتظر إليه ما يجي البانثر طبعا إذا كان وضعك تمام وإنت محظوظ ولا راح تراحظ أن البانثر ظهر في الخريطة على شكل علامة على شكل نقطة حمرة وراح تلاحظ أنه قاعد يقرب من البيتز أو الطعم انتظروا لنما يقرب بعد ما يقرب لا راح تسلخ وحده بالسنايبر برصاص الهايفلوستيا والإكسبريس كذا يكون أنت حصلت لك الحيوان فكخطوة جانبية أو كخطة جانبية كل اللي عليك أنك تأخذ لك طعم للحيوان المفترس من عند الجنرال ستور تقدر تشتريه راح تحطه وسط منطقة البانثر والبانثر راح يجيها وانت راح تصيده فرأس طيب إذا وضعك تمام و جيبت والله جلدة الدير و جلدة الإلك و جلدة البانثر كل اللي عليك أنك ترجع عند مستر بيترس المرة أخرى وتعطيه الجلود عشان يصمم لك الشنطة أو الكيت ساشل لما تعطيه إياها راح تروح عند الساشل اللي راح تحصل أنه هو الكيت ساشل والله مفتوحة كل اللي عليك أنك تصممها وتسوي لها كرافت وبكذا يكون مبروك عليك الشنطة الثانية أو الثالثة كمجمل طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك الحين للا يجيكم البانثر يداهمكم يا كلكم يلا سلام عليكم شكرا